يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا بكل الصبايا هي اللي عم بتتابعني إذا كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي بتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة من خلال الضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو باللون الأحمر وما تنسوا تفعلوا زر الجرس على الكل ليوصلكم كل فيديو جديد أنا رح نزله إن شاء الله أهلا وسهلا فيكن من جديد هون بنات هدول ولادي أول مرة بطلعهم بالقناة صلوا عن نبي يا صبايا الله يخليونوا يحفظون يا رب يحفظوا ولادنا أجمعين أخدتهم كان قبل بنهار عن بيت ستون وعم يلعبوا هيك بالمكعبات لحالهم ها بيروحوا عن بيت ستون بيفوتوا على الغرفة الموجود فيها الألعاب بيستناولوا الشنطة الشنطة هيك صغيرة ستون بتحط كل شي ألعاب كل شي مكعبات شو في عندها حيوانات صغيرة طابات إن بيستناولوا لحالهم بيفردوها مثل مو شايفين على هالمنظر بيفردوا هيك الألعاب ويعيني وبياخدوا راحتهم باللعب يقبشوني الله يخليوني يا رب بيقضوا رحنا كنا صبايا قبل بنهار رحنا قضينا نهار كامل تقريبا من الصباح لآخر لبعد المغرب بعد المغرب حملنا حالنا ورجعنا يعني تغيير شكل واحد هيك الولاد بيغيروا شكل بيمبسطوا كمان عن بيت ستون هلأ هون ضروري كمان بعد ما خلصوا لعب يضبوا الألعاب واحد منيح بنات يعلموا ولاده انه هنا يضبوا يعني مو هو انا هون عم ساعدهم بس لانه كنا تأخرنا شوي بس هنا كمان بيضبوا الألعاب حتى عندي بالبيت انا معودتهم انه خلص خلصتوا لعب ضبوا الألعاب يعني والله نحنا الامهات يعني شو بينا نلحق شفتوا الولاد الصغار هلأ مثل عمر ولادي هون في عندي هاي بنتي صف اول ابني الصغير كمان الله يحميهم يا رب عمروا سنة ونص طول النهار فارديني الألعاب لكن نحنا نضل عم نضبضب عم نضبضب ايه ما منلحق عرفتوا كيف بنات بقى هون عم بحاول قد ما يقدير انه يلا ماموا ضبوا الألعاب قيموا الألعاب حتى بالبيت هيكي مشان هنا يتعودوا لحالهم نصيروا ضبضبوا ألعابهم قد ما بتضبوا منيح يقبشوني هاي كمان هون بنتي عم تضبضب كل الألعاب هاد لأ هون ابني الصغير عمولي يقبرني عميه مسك كمان المكعبة بنات لايكولوك عم ممسك المكعبة بدي يحطها بدي يشارك كمان الزلمين لك عن الزلم الصغير الله يخليون يا رب و الله يسلمون و يحفظون يا رب هلأ بنات هيجيكم مشهد مشهد مخيف جدا 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 هاد هون سرنا عن بيت أهلي ورجعنا على البيت بعد ما خلصنا السهر تعشينا ونمنا فقنات هاي نهار بنات يعني أنا تعشينا ونمنا والله ما يعني ما فتت على المطبخ خلاص حطيت العشاء وتركت المطبخ متل ما هو ما لقيته أبلا في التاني نهار كمان حطيته فطور فطرت وعملت قهوة يصحصح واحد راسه وكان جوزي كمان جايب لي عدت الطبخ متل ما شايفين هلأ هون عمقلكون عمصبح عليكم عمقلكون شوفوا لي هالمنظر هلأ شوفوا بنات بس هيك مسكوا قلبكن شوي منظر بركان هادا بركان منفجر عندي بالمطبخ هنفرجيكم هون كان جايب لي جوزي للطبخة فاصلية خضرة بندورة بطاطا يمكنوا شوية بصل شوفوا هالمنظر المخيف بنات فعلا منظر رهيب أنا فقت الصبح هيك يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم حيوقف قلبي بنات بس قلت يلا يلا يا ام عموري شد الهمة وقفي لك وقفت رجلا شجاع بهالمطبخ عرفتوا كيف طبعا بعد ما فطرت وعبيت الطاصة هيك شبت فنجان قهوة هيك مرتاب بعدين وقفت لكم هيك وقفت هيك معلّة شوفوا لي هالمنظر اللي بيفتح النفس بنات والله العظيم ما في أحلى من النظافة بس سبحان الله واحد أحيانا بيكون تعبان ما قلوه أنا أقلع نادرا جدا ما نام وأترك المطبخ نادرا جدا اللي عم فرجيكم هون بنات إني حاطة على فيروز للوقت يكون هيك المطبخ بتكون هيك يعني صوت حلو ناعم واحد يقدر يوقف هيك وقفات طويلة وما ينتبه على الوقت عرفتوا كيف بنات أنا هيك بالنسبة لي هيك على الصباح بحب اسمعها شوية فيروز لبينما أخلص جلياتي لبينما أطبت بالمطبخ عندي هون كمان الصواني بنات طبقتهم كلياتهم حطيتهم هون فوق الغاز ببرونة ابني كمان نظفتها وعقمتها وتركتها هيك شي بالمي الساخنة كمان شعن تتعقم أكتر وأكتر نظفت المطبخ كله هالرخامة هذا المخلل بنات اللي اللي عملته كبسته معكم في عندي فيديو كبسة فيه مخلل ارجعوا شوفو إذا ما كنتوا شوفو عمقلكون هون بنات يلي وصل لهون وما حط اللي لايك ينزل هلأ فورا فورا يحط اللي لايك ويكتب لي تعليق حلو ويقلي الله يعطيك العافية المطبخ طلع غير شكل كمان عملت له شطفة للأرض وكنت حطي وجبة غسيل بالغسالة يعني عم بيشتغل من جميع الجبهات يمين وشمال وأمام يلي ما حط اللي لايك فورا فورا يحط اللي لايك ويكتب لي تعليق حلو من إيدانه الحلويين هيك يا بنات مثل ما شايفين كمان زبطت صحن الفواكه هلأ بنات بيقولوا إنه الفواكه هلأ نحنا متعودين إنه بعد الغداء أغلب البيوت العربية أنا هيك يعني بحس إنه ممكن بعد الغداء يحطوا صحن الفواكه بتصدقوا إنه أنا مرة سمعت دكتور أغزي بيقول إنه الفواكه لازم تتاكل قبل الغداء قال كتير بتساعد الهضم كتير مفيدة قبل الغداء هلأ صراحة أنا هون حطيت فواكه قبل الغداء لسا ما كنت مبلشة بالغداء شفتوا كان جوزي جايب لي فاصولية خضر والفاصولية بدي أشغل هلأ هون كنت يعني فرد وقفة بعد هالوقفة بدي أخد نفس بدي جاعب علي هيك الشلي كم برتقاني كم كرمنتيني عرفتوا كيف وهيك أخد نفس المهم يعني أنا هون صراحة كنت وقتها حطيت الفواكه هذا صحن الفواكه الطيب قبل الغداء بعد ما خلصنا طبعا أكل الفواكه طبخت بنات والحمد لله رب العالمين تغدينا وشبعنا وما شاركتكن بنات الطبخة لإني كنت مشاركتكن إياها قبل مرة هي الفاصولية الخضرة اللي ما شاف عندي بالقناة طبخة فاصولية الخضرة ينزل يشوفها هلأ هون بنات طولت عليكن عم فرجيكن هلأ هون المسويات عملت صندويشات سريعة جربوها كتير طيبة بالمسخن طبعا كبستة على السخانة هون حطيت جبنة وحطيت على الطرف الثاني من الخبزة دبس بندورة تطلع طعمتها بتجنن مثل محمرة بنتي ما بتحب حط عليها الجبنة بتقلي ماما تركية بس محمرة أنا هيك حطيط لها صف واحد جبنة إنه بتطلع هيكي أطيب وهون كمان حطيت جبنة وبحط هلأ شوية نعناع وبرش عليها شوية فلفل أحمر بنات وبتطلع طعمتها كمان بتجنن هيك الصندويشات على المسا هيك اجع بالون جوزي وبنتي قالوا لي ساوي لنا على المسخن الصندويشات قلت يلا قوم ساوي لهم هالصندويشات طيبة كتير بكبسة على السخانة بنات وبقصة هيكي عشكل مسلس عرفتوا كل واحدة بقصة قصين هلأ آخر واحدة كمان بساويها مع الزعتر يعني زيت والزعتر هون كنت حاطة زيت معلقة الزعتر ومعلقتين تقريبا زيت وبكبسون على السخانة بنات فعلا بنات بتطلع طعمتهم غير شكل بس ما خليتهم كتير يحمروا مشان ما يقرمد معي الصندويشة مشان الصغيرة ما بتحبها كتير تكون محمرة عرفتوا كيف بنات لهون بنات بينتهي الفيديو لليوم لليوم بتمنى يكون عجبكم ونال اعجابكم واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطولي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ويكتبوا لي تعليقات حلوة مثلكم بنات مشان اعرف انه الفيديوهات عم تعجبكم وكتروا لي تعليقات بنات كل واحدة تكتب لي تعليق تعليقين ثلاثة هيكي تعليقات حلوة مثلكم مشان انا كمان اتشجع وضل نزل لكم فيديوهات وضل نزل لكم روتينات يومية واذا حبيتوا هيك نوعية من الفيديوهات اني اذا طلعت مشوار مشوار طلعت على على السوق طلعت عند حدا صور لكم خبروني كمان بنات بالكومنتات بكتر هيك نوعية من الفيديوهات وهلا بحبق لكم صبايا سلامات ترجمة نانسي قنقر